لماذا المرأة التي حبلها لا تريد زيت الكابيد الحوت؟ أكيد لأن زيت الكابيد الحوت كانت تركيز الدهون والتركيز هذه المادة التي تؤثر على الجانين يعني تعطيناه واحد الارتفاع الكوليستيرول على المستوى الجانين وحتى الجانين يقدر يخلاق بها البشرة والتي تكون ديرها بها القشرة الحوت يعني كل يوليو فيها لزيكاي فهنا غير منصوح في استعمالها إذن هذه معلومة اللي كان عودوا نأكدوا عليها إحنا كنتكلموا اليوم على منافعها زيت كابيد الحوت ولكن الناس اللي عندهم أمراض القلب والشراين ما ياخدوش هاد الزيت من خلال هاد الكابسولات النساء اللي هما أيضا في الحمل ديالهم ممنوع أنهم يستعملوا زيت كابيد الحوت سمحتي لي دكتور هاد الكابسولات ديال زيت كابيد الحوت معروفين بأنهم فيهم واحد تركيز مرتفع للفيتامين D نعم واش هي اليوم كتقدر تكون الباديل ديال هادوك ال ديال الزامبول يعني ديال الزامبول ديال كابسولات اللي كتعطى اليوم ركعفهم السيدات اللي تبعوا على النقص للفيتامين D واش هادي ممكن تعوض هادي فشكرا نغتيثا على هذا السؤال لأنه سؤال مهم فما كتعوضش لأن هادوك يعني اللي زامبول أو ذوك الحقن اللي كتشربوه فهدوك يكون تركيز أكتر يعني كيكون مضاعف مياه حتى الميتين مرة على التعلال على الكيمية اللي كتكون عندنا بزيت كابيد الحوت نعم الدكتورة مني شفت الحالة ديال الأخص ديالنا باش كنقول كل واحده الحالة دياله فهي الحالة دياله بنت بأن الفيتامين D ما كيستدعيش أننا نوصلول هادوك الدوزاج الكبير دياله ديال الحقن وعطاتها هاد الكابسولات ديال زيت كبير الحوت ولكن احنا كنشوف وحتى الطريقة كيفاش تعطات فهي طريقة لي ساعدات على التركيز ولكن كملت بوحدة إذن وحدة هنا ما كان نوصلوش للقيمة اللي غادي تأثر لنا على الدس ديالنا سلبا فولت عطاتها وحدة في الأخر باش من بعد غادي تسلي معاها تخيطنا يعني إذا بنتكت شجعها تكمل في العلاج ديالها أكيد سولتك وشكينا شي حاجة طبيعية باش تعاون نعم فالفيتامين D قلنا غادي ناخدو زنجلان معلقة كبيرة في الصباح وفي الليل كنناخدوها كننكلوها كيف ما بغينا سواء مقلية سواء مطحونة مخلطة مع الياغورت يعني كيفاش انتو ما بغيتو تتاخدو هاد المعلقة كبيرة ديال زنجلان جوز المرات في اليوم كينا وصفة اخرى اللي فيها الحريقة الحرشة اللي غنية كذلك بالفيتامين دي وكتساعد الفيتامين دي في الداس او كتساعد الفيتامين دي اللي كيكون في الأطعيمة باش كتجمع ذلك التركيز دياله وكتخليه في الداس ديالنا اذا كنناخدو معلقة صغيرة ديال الحريقة الحرشة كنديروها في واحد زلافة ديال الحسوة ديال الشعير ديال الصباح اللي كتسايب كتتخلط وكتشرب معها هدا بنسبة الفيتامين دي اسمح لي كتعرفني انا كنوقف فعلا نقطح الفاصيلة باش المعلومة توصل يعني واضحة هاد المعلقة كبيرة صغيرة ديال الحريقة الحرشة واش طيب مع الحسوة ولا احتر طيب الحسوة طيب الحسوة وكنديروها فوق منها وكنخلطوها اعني ما تغلاش يعني ما تديرش وقل عافية لا ما تديرش فوق العافية وهدا حال فكرة انا كنت شرب هذه مرة في اليوم مرة في اليوم وندوم عليها مدة ديالشهرين مدد شهرين مرة في اليوم هذه اذا كتساعد الناس اللي عندهم نقص فالفيتامين دي اناعودوا نأكدو فقط نقص فالفيتامين دي نعم وبالنسبة والوى تعفوا بالنسبة الحديد او النقص في الحديد من فقر الدم فنة العطلبه الوصفى اللي كانى عطيه دائما ست يسخنون وغلاء ونصففو الخالط ونشربوه كاس صغير من الخالط نص ساعة بعد الفطور يوميا مدة 3 اشهر معلقة كبيرة الكاركادي ومطحونة ومغربلة نزيدو كاس كبير الماء ونغلي الخالط ونصففوه كاس صغير من الخالط نشربوه نص ساعة بعد الفطور ونصففوه مدة 3 اشهر ما حال دلوقتي يغلي فوق العافية هاد الخالط يعني يغطى الغلية اللي ولا نطفوه عليه مايبقاش خمسة دقائق قوة مايبقاش نخليو كيغلي تاكي تاكي عقد غير باش يسخنون هاد المواد هادو ونخليوه مرقد شوية في الماء نخليوه حتي برد حتي بردهم بعد نصففوه ونشربوه هادا من جهة ولكن هاد الوصفة ممنوعة على الحواميل اذا ركزوا معي هاد المسألة الحواميل عندو مشكلة فقر الدم فكنتبعدوه وكنناخدوه العسيل الحور اذا العسيل الحورة كنناخدوه منها مع القهة صغيرة في الصباح مع القهة صغيرة في الليل وكندوموه لها مدة شهرين فهي كتساعد ونلتزموه يعني بتعليمات ديال الدكتورة او للدكتور ديالنا اذا هاد الوصفة اللي كتعطينا دكتور عيمد لعلاج فقر الدم كنعود نأكد هاد معد ومرافقة لدوة مكملة العلاج ديالكم ديال الدول اللي هادتخدوه عن طبيب مع القهة صغيرة ديال فوه مطحونة ومغربلة مع القهة كبيرة ديال كاركادي وشفنا الطريقة هادي شحال دلوقت ستستعملوا السيدة مدة ديتلشهر كل نهار ستخدك نصف كاس ديال هاد الخالط نصف ساعة من بعد الفطور مدة ديتلشهر لوليدات اللي عندهم فقر الدم كتير من الاطفال عندهم فقر الدم فهنا الكبار غل ناخدوه كالصغير نزيدو العبار كالصغير ديال هاد المشروب والوليدات الصغر من خمس سنين حتى الثلاثل عام كنعطوه من نصف كاس صغير وضح الفكرة الله يعطيك الخير هادي نحييوك سوحد منتمره وتبعي هاد النصائح ديال دكتور عيماد عندي واحد الوصفة اللي سمحتي لي تاهية كانت اعطاتها دكتورة سنة العيناني مشكورة سهلة مهلة وفعالة يعني كتير من السيدات داروها كان عندهم فقر الدم حاد ومنين رجعوا عود دارو تحليلة لقوا انه الحمد لله تعادل اللي وصفة شنو هي هي العدس العدس العادية اللي كتتحمص وكتتنقى لانك يكون فيها الحجر كتتنقى وكتتحمص في الفران وكتتطحن وكنديروها فقرعة معقمة ذاك البودرة ديال العدس او طحين ديال العدس كتتولي كتتاخد منه السيدة كل نهار معلقة معلقة صغيرة او معلقة كبيرة وكتشربو يا اما مثلا مع العاصر البورتوقة لانه الفيتامين سي وطبعا الحديد مهمين كيتفعلو كيكملوا بعضياتهم تطيرو في كس ديال الياغورت ايضا مع مشتقة الحليب وهدو الوصفة الناس دوموا عليها وجربوها وعطتهم نتيجة شنو رأيك فيها؟ وصفة جميلة جدا وخاصة منك نحمصوا العدس فهنا كنبيرو التركيز ديال الحديد وكي عاون في تقويات الخزان ديال الحديد هدو الوصفة كتصلاح للخزان بشي الحديد كيبقى في التاج ديالنا الشعيبية امم المشكلة هي انا اصلا ببنس وشيب نهضر مرسع نتشي قبل ما اندفع الحود ايه واتشيرا راح ذاك واحد الوحد الكنز يعني في اسفيل يهو السمك تبارك الله وتحية الناس ديال اسفيل وليلي تبارك الله كين واحد رأيكش نقول احنا واحد الخيرات كتيرة ديال الحوت فخسكي تستفدي منه لان الحوت مهم جدا في التغذية الحوت مصدر ديال بزاف ديال المواد المغضية اللي كتصلاح الدست ايش حلف امريكا الشعيبية؟ دي 2 و30 عندك وليدات؟ عندي وليدات وخمس سنين سمي شوية حياة وطي يكل بعدها هو شوية الحوت؟ احتاوم عنده شنا سوت دكتور عيمت شنو نصحتك الشعيبية وكل سيدات اللي بحالها وش هي تاخذ ما عندك تشي حساسية ياكد الحوت ولا مشكل ديال القلب انتي دبا ماشي حبله؟ لا انا ما حملت نعم نعم فتاخذ واحد لاكور يعني تاخذ واحد واحد الحيمية ديال زيت كابيد الحوت ماشي مشكلة يتباع في الصيدليات وهو غي يعطوك الكيمية اللي غتتاخذي لان كل مصنع او كل مختبر ديالدوه عنده واحد الكيمية معينة اللي كتتخذ في النهار غير هو انا كنقولك رغم كين شي نوع ديال الحوت غد يكون كيعجبك ولا شي طريقة ديال الحوت كيفاش كالطيب؟ لانه ضروري كيخصنا دخلي الحوت الطبيعي لانه حتى المكملات الغذائية ما كتعودش الحوت الطبيعي وخاصة تنفذ البلاسة وخيكون غير الحوت بيض وخيكون غير فواكيه البحر وخيكون غير شوية ماشي كنقوله غن اكلوا كيلو ولكن غير جوج الحوتات را كافين باش كيعطونا ديك القيمة الغذائية ديالنا ولدها عنده خمس سنين ما كياكلش الحوت فتحاول يحاول الاب دياله يشوف معالي ان الام دياله مكتاكوش الحوت ولكن الوليدة الصغار الحوت مهم جدا لهم ومهم العظام ديالهم ومهم الدكاء حسكم تعرفوا بان الحوت الوليدة الصغار كينمي الدكاء ديالهم يعني كينمي الاشتغال ديال الدماغ والفوسفور اللي مركز في الحوت فهو مهم جدا للوليدة الصغار واش ممكن تعطيه هاد زيت كابيد الحوت شوية دلوقت في انتظار انه تصغير من الطعم دياله والتضبق دياله اكيد فاكين الاطفال كين نوع ديال زيت كابيد الحوت اللي كيت تعطى الاطفال وخاص بالاطفال فاكيكم تصغير الوقت من الاحسن تعطيه ليك انه ما نفوتوش شهرين في الاستعمال دياله باش من اتروش على الدست دياله شكرا دكتور عيماد